السلام عليكم والبنات ومرحبا بكم معا فيديو جدي تمنى انكم تكونوا كلكم بالخير وعلى خير وانتم لا يمكنك التشاهدون فيديو اليوم البنات ارجعت لكم بروتين جد وطلبية يديه اليوم البنات كيف تشاركها معاك سوف نشارك معكم سوف نشارك معكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة سوف ندوز معكم للمقادير سوف نحضر معكم العجنة البانيني سوف نحضر معكم الحشوة نحتاج 40 كيسان مع بورين يكون عمرين مزيان نحتاج 1 كيس سميدة يكون عمر سميدة منتوسطة ماشي الرقيقة وماشي الغليدة نحتاج كيس الحليب مع كيس الماء ومع بورين بالكيس العنبة نحتاج 5 معلقات الزيت ناباتية معلقة كبيرة تكون ممسوحة الخمارة الفورية معلقة كبيرة العسل معلقة صغيرة بالنسبة للعسل للبنات تستعملوا معلقة الصكر حبيبات معلقة العسل معلقة صغيرة معلقة صغيرة معلقة صغيرة معلقة كبيرة معلقة كبيرة العسل معلقة سميدة ونخلط المكوينة وخمسة معلقات الزيت ناباتية نضيفه 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 صفي هنا بعد مجموعة العجينة بالنسبة لها العجينة اللي شاركت معكم راهزت لي ربعه ديال كيسان ديال الدقيق معبورين بالكاسد ديال العنبة جونيني إشان ما درتش عجينة اللي هي قاسحة ولا عجينة مثلو قادرت عجينة اللي هي مقادة حتى تهنا يا فوق سطح العامل كان مقان دلكها واحد شوية بما دخلت في هذاك الدقيق لي كيكون عدبين ما كتاخدش منكم شي مجهود أو شي وقت اللي هو كثير بزاف كان دركواها واحد شوية الدخلو في هذاك الدقيق سوفي كتكون عندكم معجدة هنا هي العجينة ديالين بعد مما دركتها واحد شوية سافي كترجع عجينة اللي هي يا رطبة سفيرها عندي واجدها في ذاك الإيناء فاش عجنتها ونغطيها بسلوفا ونخليها ترتاح بما وجد الحشو هنا يالعجينة البنت ما تخليوها تخمر بزاف تخليوها ترتاح بين 1 عشرة ديال الدقيق بما وجدتو سوف نحضر الحشوة نحضر الحشوة 100 قرم الكفتة كبير محزوم نحضر الحشوة نحضر الحشوة وأيضاً كنت لدي الكفتة مشرملة خدمت بها قمت بتعليهم 4 معلقات زيت نباتية و كانت شحر الكفتة مع البصلة جيدا و كانت تشحر و كانت نزل البصلة و كانت تدخلها الطيب كانت شحر و كانت تفتدي الكفتة مزيان باش ما تبقاش متلاصقة مع بعض دياتها و كانت شحر الكفتة و البصلة مزيان حتى يتشحر و ينشفوا مذاك الماء لم يبقاش فيهم ذاك الماء نهائيا و سنزيد عليهم 1 زوج دراهم قطعته مكعبة ترقيقة سنزيد التوابل رس معلقة لهريسة معلقة صغيرة تحميرة معلقة صغيرة سكينجبير و رس معلقة الملحة هنا الملحة البلد مكترش بزاف زيتون مالح و سنزيد معلقة لمطاقض و سنزيد زوج فرماجات ثلاثين و سنزيد زوج معلقات مابي القصفور و مع بنوس و سنزيد زوج فرماجات ثلاثين و سنجحر المكونات و سنزيد الفرماج و سنطفي على النار و سنزيد الحشوة و سنزيد الفرماج و سنزيد الحشوة و سنزيد الحشوة واحدة كتشكوه و سنزيد و سنضيف سنزيد و سنزيد قطعها بالموس قطعها بالموس بعدها نشكلهم ونقضهم مع بعدياتهم بالنسبة لهذه العجينة خرجت لي 17 حبة من العجينة تخرج كمية كثير قطعها قطعها القياس كلها وحدة 50 قران قطعها 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 المشماشات قطعها قطعها وقطعها 17 حبة بنسبة العجينة نغطيها مباشرة نغطيها ونخدمها العجينة ترتاح نضيف العجينة نعمر هذا العجينة البانيني مزيدا ونسد عليها على طريقة هذه نحصل على هذا الشكل تقرصها مزيدا نحصل على حجينة نحصل على طريقة البنت نحصل على طريقة الحجينة نعطيها الطول نقضها بليد نضعها في وسط العجينة 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 مع الجنب ونصد عليها بهذه الطريقة من القنص ونصد العجينة مزيدة طريقة البنات سهلة ومفهومة بنفس الطريقة سننسى العجينة بالنسبة ل العجينة البنات تطيب دقة واحدة حتى تطيب الخبز البنات سهلة و تختصر الوقت وفي الساعة تكمل ويأتي ببناء البنات 1 درجة لا تصوروها ستعجبكم ستعجب الوليدات أو الكليين بالنسبة لبناء البنات نشاركوه معاكم حتى انتم لا تجربوه نبقى على هذه الطريقة البنات كنبسط العجينة ديالي مزيان فق سطح العامل كنعمرها بذيك الحشوة اللي شاركتها معاكم وكنسد عليها مزيان وكنحط العجينة ديالي فق سطح العامل حتى انسى لي العجينة اللي عندي كاملين وغادي نرجع معاكم باش غادي نطيب معاكم العجينة أو هاد البانيني معمر نطيبه في المقلاة بعد ما عمرت العجينة اللي عندي كاملة وثاليثة هدا هو القياسة البنات اللي تحصلت عليها تحصلت على 17 حبة كيخرج واحد الكيمية اللي هي كثيرة تبارك الله ما شاء الله هنا هي البنات غي عمرت العجينة ديالي دست مباشرة باش غادي نطيبهم ما خليتهم مش يخمروا ولا يرتاحوا اي كدساليو العجينة اللي عندكم كاملة كدوزو طيبوهم هنا جبت المقلاة تقيلة درتها فوق البوطات درتها على نار في الولي كتكون مجهدة حتى سخنة المقلاة ديالي مزيان دهنتها بالزيت ونقصت النار خليتنا اللي هي متوسطة ولقيت المقلاء ديالي كايت هنا هي البنات الي كاز عندكم المقلاء ديالي كل تطيبو فيها ما كادش عندكم كتقضيوغيب المقلاء العادي هذا المقلاء لها قادية الغر Liz وكيجي في هاد البانيني زوين بزفنا كنت طيبغي فيها البانيني كايجي يزوين هنا هي البنات خليتنا اللي هي مهيلة واحتعت البانيني ديالي كايطيب احتى تمهر معه تحمر من اللي تحت مزيان نضحلو وجه ديالو بالزيت نضحلو حتى شي بلاصة نقلبه باش يتحمر على هذه الجهة هناك الذهنه بالزيت باش يجيكم محمر وزوين حتى ما يضيفه معلقة ديال السكر او معلقة ديال العسل كي يجي البانيني ديالكم محمر وزوين نقلبه على هذه الطريقة حتى يتحمر من الوجه الاخر يتحمر مزيلا ونقفه مع الجنيبات كما كنت تشوفو كيبقى بيض مع الجنب وخا كيتشوفوه بقي بيض البنطره طايم غيم مع الجنب كيبقى هاداك وشكل ديالو كنوقفو باش تجنب ديالو يولي وتحمرو كما اذكرت معاكم هنا ياخذكم طيبو هلانا اللي كتكون مهيلة باش يجيكم هاد البانيني طيب مزيان وكيجي مقرمش وزوين حتى ذاك الكاس ديال السميدة اللي بناس ميك تضيفوه في العجينة كيعطي لهاد البانيني القرمشة وكيجي يجي البانيني مقرمش وكيجي يفتي كيجي زوين هنا اياك نقلبه من هادا جهة حتى كيطيب هاد البانيني مزيان وحادي نحيده هاد البانيني من قاع الجواي وغادي نضيف البانيني اللي باقي لي ما طيب وغادي نطيبو غادي نقيم استمره بنفس الطريقة اللي بنات كنت هنال المقلاه ديالي وكان حتى البانيني يطيب حتى نسالي العجيناء ديال البانيني اللي عندي كاملة وغادي نرجع معاكم باش شوفو الشكل النهائي بعد ما طيبته سليت البانيني سليت البانيني لدي شوية الفرمج ندره هنا في الوسط وزيته الخضر سليت بها داخل زيته الخضر بالنسبة لهذا البانيني قوة الفرمج ويجيزين بزاف بالنسبة لفرمج لا تضيفه اضيفه تضيفه تضيفه لوجه الفرمج من الملتج نضيفه الزيته الخضر سوف نستخدم البانيني في البلاطوية سوف نرجع معكم بشكل نهائي بعد ما زينته و ساليته بعد ما ساليت الطلبية هذا هو شكل نهائي كتجي رائعة لا في شكل ولا في المعداق صدقوني للبنات إذا جربتوا هاد البانيني سيعجبكم بزاف كي ماشتوا معي وحوش والي اقتصادية وحتى في الخدمة دياله سهل بزاف ما فيش كثرة التعقيدات وكي يجي زوين بزاف بحال كي مطيبوه في المقلة ديال البانيني كي يجي ساهل وزوين غير في المقلة تقيلة بالنسبة للأتمينة باش خرجت هاد البانيني خرجتو بـ 11 درهم للحباة ثمان جد مناسب هنا يا البنات غادي نفتح معاكم واحد الحباة باش شوفوا كيفاش كي يجي من الداخل كي يجي فتي وكي يجي معمر وكي يجي زوين بزاف نتمنى الفيديو ديال يوم يعجبكم ونتمنى تكونوا تستفدو من الفيديوية اللي كان شارك معاكم ونتمنى باش تعونوني بلايك الله يجازيكم بالخير عونوني بلايك وبرتجيو الفيديو وبسلام عليكم الى فيديو جديد